بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في الحديث عن الحديث الصحيح ونتكلم الآن عن المستخرجات على الصحيحين ونبدأ بذكر موضوع المستخرج موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه من أشهر المستخرجات على الصحيحين المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي وهو على صحيح البخاري والمستخرج لأبي عوانة للسفرايني وهو على صحيح مسلم ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني وهو على الصحيحين بناء على موضوع المستخرج هناك سؤال وهو هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ الصحيح أنهم لم يلتزم لم يلتزموا بذلك لأنهم إنما يرغون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم مستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما روايا أصله بناء على ذلك هل يجوز أن ننقل منها حديثا من المستخرجات ونعزوه إليهما أي إلى الصحيحين بناء على هذا لا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين أولا أن يقابل الحديث بروايتهما الثاني أن يقول صاحب المستخرج أو المصنف أخرجاه بلفظه من فوائد المستخرجات على الصحيحين فوائدهما كثيرة منها علو الإسناد لأن لأن مصنف المستخرج لو روا حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج أيضا من الفوائد الزيادة في قدر الصحيح وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث ومن الفوائد كذلك القوة بكثرة الطرق وفائدتها الترجيح عند المعارضة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم